أكيد نور نحن مستمرين براصد أنشطة شهر تشرين الأول الشهر الوردي بالتزامن مع الحملة العالمية للكشف المبكير عن سرطان الثدي اليوم رح نسلط الضوء على أنشطة نقابة أطباء سوريا بهالمجال مع الدكتور شادي الخطيب عدو نقابة سياضلة سوريا ونقابة لجنة البحث والأعلام يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك دكتور نسعد أوقاتك أعطيكم عافية نسعد صباحك دكتور بالبداية دعونا نحكي عن دور نقابة الأطباء اليوم بشهر الوردي والحملة الوطنية ضد مرض سرطان الثدي لما حبنا نقابة الأطباء نحن نقابة السياضلة عم نشتغل نحن عم نشتغل بالتزامن وبدعم جميع الفعاليات لإيصار رسالة مفادة أن الكشف المبكر عن الورم يعطي فرصة كبيرة في معالجته طبعا هذا الموضوع مهم جدا نحن اليوم نحكي عن تثقيف ممكن يوصل لأكبر شريحة ممكنة ومثل ما نعرف نحن الصيدليات منتشرة في رقع واسعة في سوريا سواء في المدن والمحافظات والأرياف لذلك إيصال هذه الرسالة بشكل فعال سيعطي نتائج لدعم جميع الفرقاء والشركاء معنا لا حتى نقدر نوصل لكشف مبكر عن سرطان الثدي لماذا في ذلك من فرصة للنجاة وفرصة للعودة للحياة الطبيعية للشخص المصاب بهذا النوع من الأورام وخاصة وأن الكشف المبكر وخاصة نتحدث نحن تحت 2 سنتيمتر يعني بيكون حجم الورم فبتالي إمكانية معالجته تكون بسيطة جدا ويكون الموضوع ممكن التغلب عليه بدون ما ندخل بالمعالجات القاسية اللي ممكن تكون عند البعض شدة أو شيء يتعلق بفكرة أنه يصابه بسرطان السرطان في مراحل الأولى يمكن معالجته كأي حالة ورمية ويكون موضوع سهل وبتالي هنا مفاد العمل الذي يكون في هذا الشهر يصار رسالة لكل سيدة لكل صبية لكل الكشف المبكر عن أي تغييرات خط تظهر سواء في البنية التشريحية سواء كانت هذه التغييرات العلاقة ببعض أنواع خني أقول الأورام التي تكون كامنة ممكن تغيرات فيزيولوجية تظهر هناك بعض أنواع النازل من الحلمة أو بعض تغيرات في شكل الجلد يعني كل هذه الأمور أن نأخذها بعين الاعتبار كصياد لنستطيع إيصال هذه الرسالة من خلال المراجعات الدائمة للمواطنين للصيدليات وسؤال عن بعض الأعراض التي تظهر معهم سواء تحت الأبطين أو في بعض المشاكل حول السدي وبالتالي هنا موضوع توجيهم باتجاه الكشف المبكر من خلال التصوير والفحص الذاتي والفحص عند الطبيب وبالتالي هذا الموضوع قد يكون له دور إيجابي جدا في دعم ثقافة الوصول إلى حل سريع لهذا السرطان الذي شغل العالم ودائما مع الحملات التوعية الصياد ليستطيعون إيصال الرسالة بشكل سلس وبسيط والحقيقة في التوصيات الأخيرة للجمعية الأمريكية للصياد لي الحديث عن دور كبير جدا للصياد لي في موضوع الرعاية الصحية وخاصة في موضوع تقديم الدعم والمشورة لعامة الناس في ما يتعلق بموضوع التعامل مع التغيرات التي قد تكون أو تظهر مع بداية الإصابة بمشاكل سرطان السدي نعم يعني دكتور يمكن أنشطه فعاليات كثير وأيضا الصيدلي له دور مهم جدا خطوصا لأنه دائما نحن بنحكي بمجتمعنا الصيدلي غالبا بيكون أول طبيبي بتوجه له الشخص قبل ما يتوجه إلى الطبيب العادي فاليكون دور كبير توعوي خليه نحكي أيضا شو ممكن تقدمه ضمن الصيدليات إذا نحكى بهذا الموضوع غير التوعية بالكشف المبكير حقيقة يعني حول العالم اليوم ثقافة الصيدلية تحويلها إلى مركز طبي موضوع مهم جدا خاصة أنه نحن في سوريا لا يوجد ما نسميه بطبيب الأسرة طبيب الأسرة موجود يعني في دول أوروبا هو يعني أول شخص بيشوفه المريض لحتى يوجهه وين بده يتوجه لأي طبيب أي شو الاختصاص بيشوفه نحن الصيدلاني حاليا بمجتمعاتنا هو بمثابة يعني خليقوا صديق للأسرة لحتى يوجههم طبييا وين ممكن نحن نتوجه عند أي طبيب هو عمليا يعني أول شي هو القايدر هو المرشد هو مرشد لاستخدام الدواء هذا أمر آخر وبهم جدا نحن نحن يعني فيه فكرة مهمة جدا الصيدليات ليست لبيع الأدوية لأن هناك كثير من الحالات يعني يتعذر تقديم الدواء المريض لأنه هذا الدواء لا يعطى أما بالدواصفة طبية أو ما نبيحاشته المريض ممكن يأخذوا من باب يعني وصفة من الآخرين هو خطأ لا يتناسب معه لذلك مرشد لتقديم الدواء أولا ثانيا الأمر الثالث ومهم جدا تقديم معلومات واستشارات طبية يعني أولية نحن اليوم خليقوا كل إنسان بتعرض ممكن إصابات في المنزل أبنى ما يتوجهها لعند طبيب المختص هو ما نعرف عند يعني هي الشكاية عند أي طبيب الصيدلاني يستطيع أن يقوم بهذا الدور لذلك عالميا ويعني كل المؤتمرات العالمية الحديثة تتوجه بشكل أن الصيدلاني هو حجر الزاوية تمام في يعني العمل الطبي وهو الذي يقوم بالتوجيه باتجاه يعني الاختصاصات المختلفة وذلك يساعد بشكل كبير في يعني مواجهة الأمراض هذا بدي أسألك عنه دكتور شادي كمان يمكن تظافر الجهود بين النقابات لما نقول يكون دور كبير كنقابة صيادلة يمكن مشاركة هاي النشاطات والفعاليات مع نقابة الأطباء أو نقابات أخرى خليلنا نحكي عن هيدا الدور لما يكون فيه تكاملية مهمة تكاملية لأنه هي حلقات متواصلة إذا حلقة واحدة كانت منا موجودة بيكون فيه أكيد مشكل كبير هو قولا واحدا العمل عمل تشاركي لأنه نحن اليوم الطبيب يقوم بتشخيص المرض ووصف الدواء الصيدلاني يقوم بصرف هذا الدواء وفق المطلوب النقطة الأساسية جدا اليوم مثل ما تفضلت حضرتك التعاون اليوم وزارة الصحة هي المظلة التي نعمل نحن جميعا تحت هذه المظلة في برامج مختلفة للتوعية الصحية والرعاية الصحية ودعم وجود الصيدلاني في هذه الأطر ونحن ننذكر مثلا في حمى حملات التلقيح الصيدليات تقوم أيضا بدعم هذا الموضوع بالتعاون مع مديرية الصحة في حمى بالإضافة أنه في حلب يتم العمل على دعم النازحين والأشخاص اللي فقدوا المأوى بتقديم المشورة وتقديم الدعم من خلال تقديم سلل دوائية ومشورة علمية لطبية لهؤلاء وذلك أيضا بالتعاون مع أجهات المختصة طبعا كل وفي دمشق أيضا وفي بقية المحافظات كل هذا يصب بنتيجة واحدة فقط التوعية أمر مهم جدا في الحفاظ على الصحة حبة الدواء يجب أن تؤخذ فيما كانه والإسراب محدد الصيدلاني يقدم المشورة للتغلب على هذا الموضوع لترشيد استخدام الدواء استخدام الدواء يجب أن يكون في المكان المناسب في الجرعة المناسبة في التوقيت المناسب وأن لا يكون هناك هدر دوائي يعني يستخدم بعض الأدوية بشكل رفاهية لا الدواء يستخدم مثل الصادات الحيوية كمان كافي عندنا حملة في نقابة الصيادلة لترشيد استخدام الصادات الحيوية ويمكن أكثر موضوع تماما الناس بس تحسوا شوية توجع فورا بجيب دواء التهاب هذا يمكن كتير موضوع مهم خلينا نحكي عن نتائج هذا الشيء اللي انتو عم تشتغلوا فيه إذا بلشته وتلمس وفيه تحسن شوي خلينا نقول بطريقة تعامل المريض مع الصيدلاني ومع الطبيب وهي صلة كتير مهمة طبع، فكرة مهمة جدا حضرتك نحن في هذا السياق وبرعاية سيد وزير الصحة مشكور نعمل على إقامة ما نسمي الفرع للبورد الصيدلاني العربي وهذا البورد هو بورد تخصصي لسيكون هناك تخصصات للصيادلة بمعنى أن الصيدلاني سيتخصص مثلا في الرعاية الصحية في رعاية مرضى السرطان في رعاية مثلا المرضى اللي عنده مشاكل معينة في المشافي هذا ما نسمي كلينيك الفارماسيست اللي هو الصيدلاني السريري نعمل على هذا التوجه وبالتالي سيكون هناك في القريب إن شاء الله في خلال المؤتمر هناك مؤتمر في 4-5-11 في رحاب جامعة دمش تقيم مكلية السدلة هو المؤتمر العلمي الطلابي الأول العلم الصيدلانية والطبية اليوم الثاني من المؤتمر هناك إطلاق للبورد العربي الصيدلاني طبعا ندعو الجميع لهذا الموضوع وسيكون هناك التوضيح بشكل واضح أن الصيدلاني ليس بائع دواء وإنما هو مقدم خدمة للمرضى ويقدم أيضا المشهورة الطبية وله دور في الرعاية الصحية وسننطلق باتجاه اختصاصات الطبية المهنية التي تساعد الصيادل على القيام بعملهم في اختصاصات متعددة وسبقوا قامة النقابة بالتعاون مع كلية السدلة بإحداث 3 اختصاصات مهنية حول التعامل السريري للمرضى ودعمهم سريريا وأيضا ما يتعلق بالعلاجات البديلة والتغزية والتجميل وأيضا ما يتعلق بالصناعة الدوائية وبالتالي الصيدلاني النحية العلمية نحية مهمة جدا ونركز أن الصيدلاني هو نقطة للرعاية الصحية هذا المركز الطبي يستطيع أن يقدم الدعم المشهورة ونسعى أن يكون هناك أيضا إمكانية للإصعافات الأولية الحرجة التي يضطر إليها المواطنين في بعض المناطق التي تكون نائية أو مناطق التي تكون في حاجة لتقديم خدمة في هذا الوقت وخاصة أن الصيدليات هناك مناوبات دورية يكون موجود للصياد من ركز رسالة مهمة في هذا الشهر شهر يعني اللي نحن وجد عالميا لمكافحة انتشار هذا السرطان الكشف المبكر يعني علاج أفضل ويعني صحة أفضل وبتالي الموضوع أبدا ما يعني رفاهية يجب على كل سيدة وكل صبية أن تبدأ بعملية الكشف الدوري وذلك في سبيل الوصول إلى معرفة صحيحة وهناك صياد يقاموا أيضا بالدعم النفسي لمرضى السرطان عنا مثال بحمص الدكتورة غزة الهاشمي تعمل على دعم المرضى السرطان يعني نفسيا وصحيا وذلك يعني يؤكد على دور الصيادلي في هذا المنحة أكيد إلى نظور كتير كبير أكيد ننجح التحية لجميع الدكاترة والصيادلي يعني يشاركوا بهذه الحملة وأكيد الشكر الأكبر والجهود الكبيرة اللي عم تقوم فيها وزارة الصحة ومثل ما قلت دكتور شادي بالخيتام أهم شي الكشف المبكر عن سرطان السدي هي النقطة الأساسية شكرا كتير لوجودك معنا دكتور شكرا لكم نعطيكم العافية شكرا لك دكتور شادي رئيس لجنة البحث والإعلام في نقابة أساعدة شكرا لوجودك معنا شكرا لكم